ايجين اتنين صدور من الدجاج سدرين كبار كده مكرونة مسلوقة ربع كبيرة من مية البصل ملح وفلفل اسود ديوديتة بيلة الفراخ السوس بقى عشان يبقى طعمه حلو اوي محتاج معلقة كبيرة من الرحان المفهوم معلقة زغيرة من التوم معلقة كبيرة من البقدونس زبدة زيت كريمة لباني حليب معلقة كبيرة من الجبنة المبشورة وجبنة شيدر او جبنة موتوريلا على حسب الرغبة زي ما انتو عايزين ومعلقة زغيرة من البابريكا رشة كامون ملح وفلفل اسود تعالوا بقى اروح على الخطوات بسرعة جدا عندي صدور الفراخ دايما لما هكون هعمل مكرونة اخط فيها صدور فراخة او مجايب السكينة اقول باسم الله كده بعد ما اخسر السدر وهم قطعوا بالشكل ده وهم قطعوا شرايح كبيرة كده او مكعمة طبعا الشرايح دي بتبقى جامد اوي فين في المكرونة خصوان لو المكرونة بيننا او المكرونة القلم اللي قدامي كده اقطع كده السدرين وعشان اخلي السدرين يبقى شكلهم دهبي وطعمهم مميز قوي محتاج شوية مية بصل بصلها واحدة كده هتشرويها في الكبخ او اتنين وملح وفلفل وهنتابل الفراخ دي لمية البصل والملح والفلفل هاجيب بولا وهو اماخد شوية مية البصل وهي انا مسالي المكرونة عندي ومزيتها وحاطت فيها الفراخ يبقى مية بصل قطعنا الفراخ ملح وفلفل اسود وكده الفراخ بتاعتنا مش محتاجة حاجة تاني جانناها تتقلب وتتساب شوية في مية البصل والملح والفلفل نقلب بقى كل الكلام ده كده مع بعضه وطبعا انت ممكن تعملي مية بصل ومالح وفلفل للفراخ وتشريها في كيس الفريزر بحيث ان انت لو محتاجة تعملي بقى بقى بنيه سريع تطلعي تعملي فراخ متحمرة كده مع مكرونة اي حاجة ممكن نشيل ده التببيلة كده على طون في الفريزر وبحيث ان احنا نوعزين حتى نحمرهم كده مع شوية بصل وفلفل ويتاكلوا سريعا يعني الموضوع برضو في الاخر هيبقى طعمه حلو طالوا نروح بقى للصوص اول حاجة هياخد مكعب الزبدة وقام حاطة قعب الزبدة في الطاصة عندي كده الاول بعد كده عندي الثوم والرحان اول ما ابتدي الزبدة تسيح لو الطاصة سخنة قوي كده عشان الزبدة ما يتحرقش اهم اديها شوية زيت وبعد كده اهم نازل عليهم بايه؟ بين الرحان والثوم هنا بنعمل الريحان والثوم هنا مش عايزهم يتحمر قوي عايزهم بس يشموا النار كده بعد كده هياخد الكريمة اللباني ومنازل بيها شوية بقى الكريمة البقين دول عشان الكريمة بالنسبة لي كنزة فالمربوخيها بعد كده هامحط عليها اللبن طبعا انا حاطت هنا لبن مع الكريمة بس هامفوت كريمة بس بس انا هنا بحاول اوفر على قد مقدر طب ينفع نعمل المكرونة دي من غير ما تحط كريمة لباني ينفع تعمليها من غير تحط كريمة لباني خالص تعملي معلقة دي بمعلقة زبدة وتحط عليهم اللبن ويه تعملي زي البشاملة كده بس خفيفة بعد كده عايز اضبط الطعم هامحطت شوية جبن رومي وقوم اقلب بقى الكلام الجامل ده يسيبه على النار كده بقى ايه؟ ياخد غلوة لحد ما يديني اللون للصوص بعد كده هياخد الكمون والبابركة اقوم حطوتهم على الفراخ ومديها تقليبة وقوم وايح بقى على جريل كده او على طصه نقوي وقوم شاوي دول وبعد كده هنزلهم على الصوص سخم بقى جريل ده انا سايبه ايه؟ يعني ايه؟ بقى له كتير ايه؟ وقل على ده عشان مش عايزة السلق عايزة تتحمر واخد بقى الفراخ اللي شبه الفهيتة دي ومنازل بيها هنا واجيب بقى شوية تلفل الوان كده مربعات ممكن احديفهم كمان على الفراخ بس بقى متحمر شوية واسيب الصوص لحد ما يتقل خلص فتاعد كده الفراخ بتاعتنا متحمر زي ما احنا شايفين هم عامل ايه؟ بقى جايب الفلفل الوان وحطه على الفراخ وشوية البادونس ومقلب بقى تقليبة حلوة كده واسيب بقى المكس ده مع بعضه وهم جايب بقى الماكرونا لانا عايز اعملها وقوم حطوتها على الصوص عشان تشرب بقى من الكريمة كده ويه تاخد الطعم وتطرى شوية لان انا دايما بستق الماكرونا 3 اربع سوى حيس ان انا لما ايجي اعملها بصوص ما يتصريش مقل هنزل بكل دول كده هون بعد كده قم ادي بقى تقليبة للماكرونا مع الكريمة بالصوص الابيض ده وبصو الكريمة لها قوام مختلف عن البشاميل الخفيفة ممكن بقى نعمل حاجة كمان شوية جبنة رومي او متزوليلا كمان كده واحنا نقلب الماكرونا ومحطش ملحة بقى كل الكلام بقى محتاج ملحة خاصة تقليبة حلوة كمان بعد كده ااخد الفراخ مع الفلفل الالوان عليهم ومدي بقى تقليبة اخيرة دوقوا بقى الماكرونا مع الفراخ مع الحضور مع كل الكلام ده موضوع حلوة السلام بقى ايه طبق حلو كده نقوم رايحين حطين مكس الماكرونا يبقى اللي عايز ياكل ماكرونا بس بالفراخ المكسيكان دي هيعجبوا الموضوع موسيقى